تعريب شخصية حمدان بن عبد الرحمن المعروب بحمدان بوكايب ونشأة المكاتب العربية في الجزار السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات وقبل أن نفرغ من الحديث عن أهداف وارول وديلون نقول تليم عن نشأة المؤسسة المعروفة بالمكاتب العربية لقد تانت الإداءة المحلية في العهد العثمانية تولاها موظفون بدرجات متفاوتة مثل الآغة والقائد والشيخ وتان الواسطة العليا بين الحتومة وأولاية الموظفين هو آغة العرب الذي تان في مقام وزير الداخلية والحربية تقريبا وعند الاحتلال اعتمد الفرنسيون على وساطة اليهود بينهم وبين القادة الجزائريين وتان في ذاية ما فيه من الأخطاء والمظالم وسوء التفاهم ثم عينوا شخصية حضارية في وظيفة آغة العرب وهو حمدان بن عبد الرحمن أمين الستة المعروف بحمدان بوتايب الذي تان سديقا لأحمد بوذربا وهو الذي اقترحه على بورمون ومن مؤهلات بوتايب عندئذ معرفته لقليل من الفرنسية وزياراته لمارسيليا وإيطاليا طبيل الاحتلال وثورة أبيه أما مؤهلاته الوظيفية والوطنية فقطتان منها صفر اليدين ذالت أنه تان حضاريا لا يعرف طباع الريف ومدنيا لا يردل على فرض الطعا وتان بالإضافة إلى ذاية متهورا رغم ما قيل عنه من أنه تان وسيم الطلعة متوسط القامة صحيح البنية مالية الوطاب وبعد أن تولت لوزيل في المرة الأولى عزله متهما إياه بأنه لم يطم بمهمته أثناء حملة البليدة فذهب بوتايب إلى فرنسا وتزوج هناك ولم يطم بدأ السياسي لصالح بلاده من المنفى مثل زميلي حمدان خوجة أو حتى صديقه بوذربا قبل وصلت لوزيل ثانية إلى الجزائر تولى جنيرال دارلوند حكم الجزائر بالنيابة وجدنا في أوراقنا معلومات عن حمدان بوتايب دون أن نسجل المرجع الذي أخذناها منه وهذا ملخصها هو حمدان بن عبد الرحمن أمير الستة من أردم العائلات بالجزائر إذ تعود عائلته إلى القان السادس عشر ميلادي جاء جده الحاد ساعد من بغداد وتانى والد حمدان من أكبر الصناع في الجزائر بحيث تانى يملت عدة مصانع في باب الواد وتانى فارسا ماهرا يكسر من الرتوب على الرتائب فسمي بذيت أبو تايب وتانى تله دار في شارع القصة برقم خمسة تسمى دار الرتائب وتانى ابنه حمدان يتمتع بالصيفات التي ذطعناها سابقا وتانى تثيلة طلال أحوال أوروبا بعد زياراته المتطررة لها وقد اشتهر حمدان بالفروسية منذ صغره وبالجسارة حتى أنه أنقذ وهو في الثانية عشر من عمره شخصا كانت راسه في حبل المشنة غيم بالي بالخطأ الذي يتهدده وأثناء إحدى زياراته لمارسيليا قبل الاحتلال شهد استعراضا لجيش الفرنسي فأثر عليه وداشه بعد تطور الأحداث بين الجزائر وفرنسا خصوصا بعد 1826 ميلادي أي بعد ضرب سفينة لابرون تينير طلب حمدان بوتايب من صديقه حمدان خوجة وابو ظربة طلب منهم الذهاب لحسين باشا لإقناعه بإعطاء فرنسا تنازلات ولكن حسين أصر على أنه لديه قوة ضخمة لمواجهة فرنسا وأن الجزائر عظم من مارسيليا وأن بوتايب مخدوع وتفادي للتصادم على الانتشارية قرر الثلاثة اتخاذ الحيطة حفظا لحياتهم لأن الانتشارية أصبحت غاضبة عليهم وعزمة على التخلص منهم فاستقر حمدان بوتايب في دار بحيث قرى الوقع بأعالي ناحية بولوغين سانت أوجين سابقا واستقر أحمد بو ظربة في الخروبة طرب الحراش بينما استقر حمدان خوجة في الدار الزلطاء بداية الحمى طرب طاعة الحرش اليوم ولا يخرج الثلاثة إلا عند الضرورة ولا يلتقون إلا في نرطة يعينونها ولات إنهم كانوا يغيرونها من ورط لآخر وعندما وطعت هزيمة الطوالي ودع حسين باشا عيان المدينة للاجتماع كان من بينهم الثلاثة المسطورين والمعروف أن العيان فوضوا الدايب بفعل ما يراه على أساس أنهم رعايا ولم يجروا على طول الحقيقة أمامه ويفأم من هذا أن الثلاثة المسطورين كانوا من بين المنافقين الذين لم يطولوا الحقيقة للداي خوفا على حياتهم ولا تنحزب الاستسلام قرر الاجتماع في باب البحر وإرسال وفد لتول من الداي والقائد الفرنسي داعيا للتفاوض وفي ذلك الوفد كانت ثلاثة بوطايب وخوجة وبوضربة وهاتذة كان حمدان بوطايب من المهيئين لاتفاق الجزائر الشهير أو من المخدوعين بالمظهر الحضائي لفرنسا وتعليماتها المعسولة المعلنة للحرية والتحرير ويوسفنا أننا لا نظر من المرجع الذي أخذه منه هذه المعلومات سوى رقم الصفحات وهو 315 و318 ويبدو أن التاتب قد استقام معلوماته من وثاة خاصة بعائلة بوطايب وفيها تما لاحظنا تبريرات التقرب من الفرنسيين ولعل بوطايب لو عاش بيننا اليوم لا نفع عن نفسه تلتلت المبررات كما يفعل الذين تعاونوا مثلهم على عدو بالأمس القريب أما ديرينو فقد اتهم بوطايب بعدم القيام بما تلف به وشتت في سلوطه وشجاعته وقال إن تلوزيل أجبره سنة 1831 ميلادي على التخلي عن مهمته ونفاه إلى فرنسا وعطيه ناتوي سام الشرف وأصبح موضع اعتمام الصحافة والنساء وقت تزوج بوطايب من إمرأة غسالة وعاد إلى الجزاء في أهد بيرتزين ولكن روفيدو نفاه من جديد إلى فرنسا حيث توفي سنة 1834 ميلادي في سن مبطرة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد مبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد